اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة الجديدة من برنامجكم حديث عراقي بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وفي ظل الاحتلال كان 200 300 جندي امريكي على ارض العراق والامم المتحدة صدرت قرارا يقول ان امريكا وبريطانيا دول احتلال للعراق وهي المسؤولة عن ما يحصل في العراق في هذا الوقت ما يسمى بالجامعة العربية احطت مقعد العراق لحكومة مشكلة من قبل الاحتلال الامريكي للعراق وهذه سابقة لم تحصل يعني مع الفلسطينيين ما اعطوه المنظمة التحرير الفلسطينية قالوا هذا الكرسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يعطوها لدولة فلسطين لأنه ماكوا دولة والعراق لم يكن دولة احتلال امريكي بريطاني وانطوو كرسي العراق مقعد العراق الى حكومة مشكلة من قبل القوات الامريكية وقوات البريطانية والايرانيين ومن ذلك الوقت وقبل هذا الوقت كانوا اهل العراق يعرفون ان الجامعة العربية هذا هو شكلها ومثاقة الجامعة العربية وتعليماتها كلها والتي لم تستطع ان تقف مع احدا لا استطاعت ان تقف مع الفلسطينيين في فلسطين وتستطع ان تقف مع العراق في كل المحن التي واجهها لم تستطع ان تقف مع اي بلد في كل المحن التي واجهته شيء شكلي مطلوب ان يبقى شكلي مطلوب ان يستخدمونه في الوقت الذي يريدونه استخدموه في عام 1990 عندما اصدروا قرارا ضد العراق وفي وقت يعني معروف وكان اجتمال الجامعة العربية وكان اجتمال الروساء العرب ومعروف وكل هذه التفاصيل نتركها عموما الذي اليوم الذي نتحدث به هو واحد من المضحكات هذه المنظمات واحد من المضحكات الدول العربية والدول القيمة التي سارعت وفتح السفارات في العراق وهم يعرفون انه لاحكمه في العراق يعرفون كل هذه لكن الامريكات دفعوهم لن نناقش هذا الموضوع لانه هم يعرفون هذا واقع الحال ويعرفون لماذا هم فتحوا سفاراتهم وتعاملهم مع العراق وهم يعرفون شكل العراق عموما بغض النظر عن هذه المسألة لكن هذه المنظمات التي تدعي انها عربية واحد من هذه المنظمات والتجمعات العربية ما يسمى بالبرلمان العربي طبعا هذا البرلمان العربي مؤسسة هلامية لا دورة لها لا وزن لها لا تأثير لها لا قدرة لها خارجة عن كل السياقات كل الشكل كل الأنماط لا تعرف لها شكلا فالشي هلامي ليس لها تأثير للسياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا الديمقراطي ولا كل شيء لكن هو برلمان العربي ما هذا البرلمان العربي ما احد يعرفه ما تأثيره وشنو قراراته ومن التزم مع قراراته ومن يحترم مع قراراته ما لا كان المهم يقول برلمان الأوروبي نعمل برلمان عربي سوى البرلمان العربي ومو هذا الموضوع يعني مو نحن نتحدث في تأسيس هذا البرلمان ولو ويش لا لكن نتحدث عن بيان أصدر هذا ما يسمونه البرلمان العربي شي يقول يعني أعرب فيه قبل أيام بالنص قال تثمينه تثمينه هذا البرلمان العربي تثمينه لمواقف الشيخ شعلان الكريم نائب رئيس البرلمان العربي طبعا مو المقصد ماذا نقصد شعلان الكريم ولا نقصد أي شخص نقصد القرار هذا ببذل شكل لو هش يابا تثمينون يعني وتباركون هذا على شنو تحدث عن ما يسمى البرلمان العربي يقولون ثمين مواقف هذا الشخص بدعم العملية السياسية في جمهورية العراق الله أكبر نثمين دور هذا الشخص بدعم العملية السياسية في العراق في جمهورية العراق ليش هي العملية السياسية مؤسسة تابعة لهذا البرلمان العربي وهم يعني محروقة قلوهم عليها ولذلك هم يثمينون دورة في دعمها ليش هي العملية السياسية بتخت البرلمان العربي وهذا خالها وهم يعني البرلمان خالها العملية السياسية وهذا بنخدهم ومنزوجة العراق وذلك دي الثمنون قضية محيبة شنو علاقتكم انتم بالعملية السياسية عملية سياسية انتم تعرفون الكل يعرف انها مبنية على المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية والعراقيين من وراء هذه العملية السياسية عشرين سنة صار لهم صراع مرير والناس تطلع تظاهر منتو برلمان عربي برلمان يمثل غير الشعوب غير يمثل الشعب العربي من الشعب العربي بالعراق يطلع تظاهرات ويقتلهم بالشارع حتى تسقطون هذه العملية السياسية اللي انتم مكيفين لانه الشخص هذا يثمن دوره في العملية السياسية وفي دعم القضية الفلسطينية شون دعم القضية الفلسطينية كلام معيب هذا يعني ما علاقة البرلمان العربي مرة اخرى اتساءل وتساءلوا يا كل العراقي وكل الناس ما علاقة البرلمان العربي بدعم العملية السياسية في جمهورية العراق شون علاقتهم يعني شون علاقتكم أنتو المفروض إذا كنتوا برلمان عربي ودافعون عن الشعوب العربية أنتو تدافعون عن حق العراقيين في قامة ديمقراطية وحرية واستقلالهم وحريتهم والتخلص من الطائفية والتخلص من التفريقة والتخلص من الأحزاب السارقة والفساد والخراب هذا شو حنمي قالت نقبل ونقول والله ناخذ لكم تحية تعظيم سلام على قولة المصريين أما هاي الفزورة قالت الأخوة المصريين أنه نثمن دعمه للعملية السياسية فزورة حزورة نسميها له شون علاقتكم أنتو شون علاقة البرلمان العربي بها كذا قضية حتى يصدر بيان ويثمن به دعمه لهذا الشخص لأنه يثمن خطباته ودعمه للعملية السياسية في جمهورة العراق وصلنا إلى مرحلة لهذا النفاق مقبول ولا هذا التسويق الهابط للفكر مقبول شعب العراق يعاني منذ عشرين سنة تعرفونش قد الفقر في العراق تعرفونش قد ثروات العراق تعرفون أنتو العراق أغنى دولة ربما بالعالم لكن شعب أفقر أفقر شعب بالعالم تعرفونش قد انقتلوا في ثورة تشريم الشباب حلوين لأنه طالبوا وبسقط العملية السياسية هذه اللي ثمنون أنتم مع مع استبداد مع الميليشيات مع القتل مع الذبح مع حكوم إيران للعراق مع استلاب العراق هو هذا الكلام ما هذا الكلام لذلك نحن نسمي المضحكات المكيات لأنه أنت تضحق عليها وتبكي في نفس الوقت هم ذولة اللي يسمون برلمان عربي هو هذا اللي مثل البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي من يوقف في صد القرار كل الدنيا توقف له يخوف لأنه الدول اللي وراء هذا الهقيمة أما البرلمان العربي مع الأسف الشديد أن تظهر مثل هذه الكلمات ومثل هذه الخطابات ومثل هذه التوجهات وهذه الرؤية الرؤية الكسيحة لما يسمونه البرلمان العربي يعني هل يتشرف أحدا يكون في مثل هذا البرلمان وهو يصدر مثل هذه القرارات مثل هذه التثمينات أشك أنه هناك عربي غيور حب الحرية حب العراقيين وحب العراق يقبل بهذا الكلام مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة